بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا شابتر ثري سيمبل ستريسز وعندنا أنواع مختلفة من الإجهادات بتنشأ من أحمال مختلفة ستريسز إن ماشين بارتز في قاعدة لابد أن نحن نأكد عليها وهي أنه باختلاف نوع الحمل يختلف نوع الإجهاد أول حاجة لما يكون عندي فيه تنصيل ستريسز بتنشأ من أحمال شد حمل الشد ده طبعا واضح منه اتجاه السه Compressive Stress بينشأ من نتيجة حمل الضغط اختلاف بس الإيه السه ده تنصيل ده Compressive لكن القيمة واحدة في الحالتين باختلاف طبعا إنه ده بياخد لأنه بيبقى مصحوب بإكستنشن أو تمدد فيه الطول أو إكسبانشن وده بياخد الماينس لأنه بيبقى مصحوب بcontraction أو إنخفاض في الطول كقيمة لكن القيمة نفسها الأبسليوت سابتة بتحدد قيمته عن طريق أولا برمز للستريس الناتج دهوت من التنصيل ستريس يبقى بيطلع عندي تنصيل ناتج من التنصيل لود برمز له بالرمز سيجما قيمته بتساوي الفورس اللي أنا بأثر بها ديات على مساحة المقطع يعني لو أخدنا مقطع هنا كده إذا كان المقطع دائري طبعا بيبقى باي على أربعة دي سكوير حيث دي اللي هو القطر البي اللي هو الحمل والإي اللي هو الكروس سكشنل أريا كذلك برضو فيه الكومبريسيف ستريس لما باخد المقطع بالشكل ده كده بتقدر قيمة الستريس بنفس الكيفية ليه سمناه نورمال ستريس؟ لأن طبعا اتجاه القوة هنا عمودي على اتجاه المقطع في كلا الحاتين عشان كده سمناه نورمال ستريس النوع الثاني من الإجهاد اللي هو الشير ستريس وده الاختلاف ما بينه أن اتجاه القوة هنا واتجاه المقطع المتأثر هنا في حالة توازي أو تماس عشان كده سمناه شير ستريس بالطبع لما يكون عندنا الشكل قدامنا كده الفورس هنا وهنا كما لو كان البليد ده أو اللوح ده بياخد المصمار في الاتجاه ده والبليد ده بياخد المصمار في الاتجاه المعاكس فبالتالي المقطع المتأثر عندي هو هنا اللي هو الكروس سكشن الاريا وده بنقول عليه شير ستريس وبنرمز له بالرمز تاو وقيمته بتساوي أيضا فورس على الاريا حيث الاريا اللي هي مساحة مقطع المصمار وبالطبع لما يكون دائري فبتكون باي على 4D سكوير النوع اللي بعد كده من الستريس بنسميه البارينج ستريس أو أحيانا بنقول عليه الكروشينج ستريس بنرمز له بالرمز سيجما بارينج أو سيجما كروشينج وده بيحصل لما يكون سطحين بيأثروا على بعض يعني مثلا العمود زي ده كده داخل الجورنال ده هنا طبعا مساحة أو مسطح العمود من هنا مع الجورنال بيحصل ما بينهم contact load لكنه بالطبع بيكون أكبر في المنطقة ديت وبينخفض عند الأطراف كذلك لما بيكون في لوح عندي بالشكل ده كده بيأثر هنا في المساحة بتاعة اللوح بتأثر على المصمار بنفس الكيفية بالشكل الدائري عليه القيمة بتاعة الستريس أيضا بتحدد من الفورس على الأيريا الأيريا هنا طبعا في الحالة اللي زي دي كده بخدها أيريا تقريبية هي عبارة عن قطر المصمار في سمك اللوح وبكده نكون انهينا الجزء ده ونلتقي في الدرس القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر